بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أول حاجة إن شاء الله النهاردة هشرح معاكم درس نحو الصف الرابع الاجتدائي عنوان أقسام الكلام هبدأ معاكم نعرف الأول يعني إيه كلمة أقسام الكلام وإزاي أن الكلام اللي احنا بنتكلمه ده مقسوم لتلات حاجات أول حاجة أقسام الكلام بتنقسم إلى الاسم والفعل والحرف الاسم والفعل والحرف طيب أنا هبدأ أعرف يعني إيه الاسم ده الاسم ده كلمة بتدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو زمان أو مكان أو صفة تاني الاسم ده بيكون لإسم إنسان عادي جدا أنا بقى أعرف التعريف بطريقة سهلة جدا بحيث إن اللي يعرف الموضوع ده أو يبدأ يتناول أقسام الكلام ده من الصف الأول لابتدائي لحد الصف السادس لابتدائي تدريد كلام سهلة جدا الاسم ده بيكون لإسم إنسان زي محمد أحمد محمود إبراهيم منه خاجر دعاء اسم إنسان سواء كان مذكر أو مؤنس رقم اثنين حيوان أو طير ناخد دي معادي حيوان أو طير حيوان زي أسد حصان كلب حمامة عصفورة المعنى اللي بعد كده أنا قلت لوقتي اسم إنسان أو حيوان أو نبات شجرة زهرة زمان يعني وقت يوم شهر فصل مكان الأكسر أسوان الأسكندرية القاهرة كل دي دخلة تحت بند كلمة إن دي تصنف في أقسام الكلام ده اسم أي كلمة بتدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة أو أسماء الإشارة أو الضمير أي ضمير ده اسم معروف أو أي اسم إشارة ده اسم من اسمه أسماء الإشارة جماد عندي مثلا كلمة زي كلمة الباب كلمة قلم الصفة جميل زكي طويل المعنى كلمة بتدل على معنى معين زي الحب السعادة الحزن الفرح دي أقسام الكلام دي كلمة الاسم أول حاجة الاسم بيدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد طيب أنا ابن ريسة صغير مثلا في قولة ابتداء أو تانية ابتداء أعرفه إيه الاسم زي اسمك كده اسم إنسان سواء كان اسم ولد أو اسم بنت أدى أول حاجة حيوان زي الأسد مثلا زي إحصان مثلا نبات زي كلمة شغرة أدى كيه حاجات بسيطة الكي طبعا طلب اللي في رابع ابتدائي لازم يبقى عارف العلامات كلها أو الكلمات اللي بتدل على تعريف الاسم اسم يدل على الاسم كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو زمان أو مكان أو صفة أو كمان معنى بعد كده عندي الاسم ده بيكون ليه علامات عشان برضه أقدر أعرف علامة الاسم إيه عشان يقولك استخرج اسم وبين علامته أول حاجة عندي في الاسم ده ليه علامة التنوين والتاء المربوطة والنداء كلمة بيكون فيها تنوين في نهايتها التنوين ده ليه ثلاث أنواع لإما تنوين بالفتح لإما تنوين بالكسر لإما تنوين بالضم هذا كتاب كلمة بين قدامه دي فيها كلمة تنوين بالضم يبقى ده كلمة كتاب ده إسم كمان الكلمة بيكون منتهية بالتاء المربوطة اللي بيبين لي علامة الاسم زي كلمة تلميذة مكتهدة متفوقة بارعة بيكون نهايتها فيها تاء مربوطة يبقى أعرف على طول إن ده إسم يبقى ده علامات بيبين لي إن ده إسم كلمة منتهية بتنوين سواء كان تنوين بالفتح أو بالكسر أو الضم دي إسم على طول العلامة التانية كلمة تكون منتهية بتاء مربوطة كلمة تانية تكون منتهية بتاء مربوطة زي تلميذة طبيبة متفوقة بارعة مكتهدة مخلصة النداء الكلمة اللي أنا الإسم اللي عندي ينفع أحط قبله أداء من أدوات النداء اللي هي أداء النداء مثلا عايز أقول أقول يا محمد خلي بالك أقول يا محمد انتبه الإسم عندي إسم محمد ونوع الإسم إسم إنسان يا محمد انتبه يا أحمد ذاكر دروسك يا أحمد أحمد عندي إسم بعد كده كمان الكلمة اللي عندي بيكون جاي قبل الجر عامل علامات الإسم تهين ربي حاجة الجر أول حاجة يا سيدي إن هو يبقى لأننا دخل عليه دامي أدوات الجر حرفه من حروف الجر يعني مثلا لما أقول إيه أذاكر فيه هدوء الفيدي حرف جر وهدوء دي اسم مجرور وعلامة جره القصرة والإسم الواقع بعد حرف الجر بيكون مجرور وعلامة جره القصرة إذا كان مفرد ودي كلمة مهمة ومعلومة مهمة جدا حرف الجر عامده حروف الجر من إلى عن على فيئة الباء الكافي الله الإسم اللي بيقع بعد أي حرف من حروف الجر بيكون مجرور وعلامة جره القصرة بيكون مجرور وعلامة جره القصرة باعتبر حروف الجر دي ركبة عربية كبيرة وراكب معاها الإسم اللي جاي بعدها على طول حروف الجر دي سيئة العربية ومشي بيها قامت عملت للإسم اللي جاي بعدها عملية جر وسحب كده وهي عمنا له عملية الجر دي قامت قصرها يبقى دا حروف الجر الإسم اللي بييجي بعدها على طول بيكون مجرور وعلامة جره القصرة عشان ما نسهاش تفضل معلقة في مخي على طول يبقى الاسم اللي بييجي بعد حرف الجر بيكون مجرور وعلامة جره القصرة أبدأ أخذ مثلا مثال الكتاب في الحقيبة في دي حرف جر الكتاب دا اسم في حرف جر الحقيبة دي اسم مجرور وعلامة جره القصرة بعد كده كمان علامة من علامات الاسم دي أسهل واحدة فيهم إن الكلمة اللي موجودة قدامي تقبل إن أنا دخل عليها الألف واللام يعني مثلا زي كلمة إيه؟ عندي كلمة جو رائع كلمة جو دي ما فيش فيها ألف ولا هشوف مثلا الكلمة دي قبلت إن أنا دخل عليها الألف ولا ما هو المثل الجو رائع السماء صافية المعلم ماهر الكلمة تقبل إن أنا دخل عليها ألف ولا تبقى دي علامة من علامات الاسم تبقى دي اسم على طول هقول تاني علامات الاسم علامات الاسم التنوين سواء كان تنوين بالفتح أو تنوين بالضم أو تنوين بالكسر التاء المربوطة الكلمة اللي قدامي الاسم اللي أنا ابني بيشاور لعليها تكون منتهية مثلا بتاء مربوطة أو تكون فيها تنوين بالضم أو الفتحة أو الكسر النداء تكون الكلمة اللي عندي دي اللي أنا مختراها زي اسم الإنسان مثلا يقبل إن هو يجي قبله أداة النداء يا عندي كمان الجر والمجرور إن الكلمة اللي بتيجي بعد حرف الجر بيكون اسم مجرور وعلامة جره الكسر كمان الكلمة اللي عندي اسم تبقى إن أنا دخل عليها الألف ولا بعد كده عندي رقم اثنين أنا قلت إحنا بتكلم دوقت على أقسام الكلام قلت الإسم والفعل والحرف يعني الكلام اللي إحنا بنتكلمه ده مقسوم لثلاث أنواع اسم وفعل وحرف بعد كده هتكلم على الفعل الفعل ده بقى ما يدل على حدث في زمن معين الفعل هو ما يدل على حدث في زمن معين وبينقسم الفعل فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر تاني الفعل ده ما يدل على عمل يحدث في زمن معين حاجة بعملها وبتحصل في زمن معين الفعل ده بيدل على حاجة بعملها وتحدث في زمن معين سواء الحاجة دي حصلت في الماضي أو إيسا هتحصل في المضارع أو أنا أكون بأمرك إن أنت تعملها فعل أمر تاني الفعل هو ما يدل على حدث في زمن معين يعني أنا بقولها كده لابن الصغير مثلا حاجة بعملها زي مثلا يقول لك يلعب يشرب فعل كده يعني في حاجة فيها حركة بعملها بإيدي يشرب يلعب يجلس ينام الفعل مقصوم لثلاث أنواع فعل ماضي حجس وانتهى في الماضي يعني خلاص خلص الفعل ماضي ده مثلا بيكون زي كتب زرع شرب والفعل ماضي بيكون مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح الفعل المضارع فعل ما زال يحدث في الوقت الحالي لسه بيحدث ومستمر زي يلعب يشرب يأكل ينام يكتب يتكلم الفعل المضارع بيكون مرفوع وعلامة رفعه الضم الفعل المضارع بيكون مرفوع وعلامة رفعه الضم فعل الأمر بقى يا ستي إن أنا أدي له أمر إنه هو هيفعل الشيء القدامي ده لذاكر دروسك اكتهد اخسل ملابسك اخسل يدك كده ده بيكون فعل الأمر والفعل الأمر بيكون مبني على السكون فعل الأمر بيكون مبني على السكون بعد كده عمدي الحرف الحرف ده ليس له معنى إلا مع غيره الحرف ما قدرش أفهم معناه إلا ما يجي مع غيره من الكلام عشان أقدر أصنفه إذا كان حرف جر ولا حرف عطف ولا نفي ولا نهي عند حروف الجر قلتها من إلى عن على في قلباء الكاف اللام وعند حروف العطف الواو وثم وفاء وأو ودولا عاملة فيهم فيديو قبل كده تقدروا ترجعوله وتفرجوا عليه وتشوفوه وفي تدريب كمان محلول بأسئلة كتير بعد كده عمدي النفي لم ولن وعندي في النهي إلا حروف الجر السهلة هي اللي بتقرر عطل كتير في الجمل اللي بيكون موجودة عمدي هدي مثلا مثال ونبدأ أدرب حضراتكم مثلا بجمل بسيطة خالص أطلع منها الاسم والفعل والحرف مثلا أنا أقول إيه قرأ وليد فصلا من القصة قرأ دي فعل ماضي وليد اسم فصلا اسم من حرف جر القصة اسم مجرور وعلامة جره القصرة كأن بلوقتي بدأت أعود ابني إن هو يعرب بس لسه إيه في أول الطريق خالص إن هو يقولي دي اسم ودي فعل وده حرف يبدأ يعرف للكلمة دي اسم ومثلا عايز يعرف نوع الاسم ده إيه يعني يقولي مثلا اسم إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جمال وبعد كده مثلا بقول دي الجملة التانية الجمل يصبر على العطش الجمل ده اسم واسم حيوان بيصبر لسه بيصبر هه ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم على دي حرف جر العطش اسمه بس أكمل بيته لعربة عشان أعوده عن للي نبيجي بعد الجر بتعرف اسم مجرور وعلامة جره القصرة اللي على جرته وهي بالجر أم القصرة يبقى اسم مجرور وعلامة جر القصر عشان ما ينسهاش نصومه في شهر رمضان نصوم ده فعل نصومه فعل مدارة نصوم فعل اللي فيه حرف جر شهر اسم رمضان اسم ده كده عرضت مع حضراتكم أقسم الكلام بشكل بسيط الدرس بسيط ما فيش فيه أي حاجة اسم وفعل وحرف أفتح كتاب المدرسي وابدأ أحلم الأسئلة مع ابني بشكل بسيط جدا أعرفه الأول هو فيهم إيه من اللي أنا قلته أشوفه وإدري يفهم إيه من اللي أنا حكيته ده إن الإسم إنسان أو حيوان أو نبات الفعل ثلاث أنواع لماضي لمضارع لأمر الحرف لإما جر لإما عطفي لإما نفي لإما نهي بعد كده بقى يارب بكون أنا كده في نهاية الفيديو خلصت معكم أنا دلوقتي أقسام الكلام بتمنى كلكم تشرفوني في القناة ويارب بكون بقدم لكم معلومة مفيدة شكرا جدا لحضراتكم وشوفكم على خير مع السلام